دولياً تتصاعد المخاوف من لجوئه إلى وضع موطئ قدم له في تونس عبر سيطرة على مناطق حدودية تجاور مناطق نفوذه الحالية خاصة مع استمرار حرب التنظيم ضد القوات الأمنية هناك والتي لم تتوقف منذ أشهر سلسلة إجراءات أمنية مشددة فرادتها السلطات التونسية مؤخراً ورصدتها صحيفة The Washington Post الأمريكية تدفع للاعتقاد بوجود نوايا جدية لدى تنظيم داعش بالتوسع نحو تونس حيث تتبعت الصحيفة الوضع الأمنية في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا منذ الغارة الجوية التي نفذتها قوات التحالف ضد موقع لداعش في صبراطة في ليبيا والتي قتلت 41 عنصراً من التنظيم في فبراير الماضي معظمهم تونسيون منذ ذلك الحين تعرضت المدينة لعدة هجمات مسلحة شنها داعش تركزت ضد مراكز القوات الأمنية التونسية الذين سقط منهم العشرات وهو أمر يراه خبراء محاولة لتقييم أداء وردة فعل القوات التونسية وبحسب الأمم المتحدة انضم نحو 4000 تونسي إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ عام 2011 بينما التحق نحو 1500 شخص آخرين بالتنظيم في ليبيا السلطات التونسية من جهتها أعلنت عن اعتقال 37 إرهابياً بينهم متورطون في ثلاث هجمات إرهابية وآخرون خططوا لشن هجمات جديدة في البلاد ويعزز ذلك الاعتقاد تسليم الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع مساعدات عسكرية لتونس بقيمة 20 مليون دولار تتضمن طائرات استطلاع وعربات مجهزة بوسائل اتصال حديثة لتأمين حدودها مع ليبيا ومنع تسلل متطرفين عبر الحدود يضاف إلى ذلك إعلان حكومة الوفاق الوطني ليبيا مع الرئاسة التونسية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة حركة المعابر الحدودية وتبرز هذه المخاوف في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن قلقها من استقدام تنظيم داعش في ليبيا عناصر إرهابية من جماعة بوكو حرام في نيجيريا من تونس ينضم إلينا الكاتب الصحفي جمال العرفاوي أهلا بك أستاذ جمال إلى هذه النشرة هل استعدادات تونس الأمنية هي على قدر مخاوفها؟ بالفعل هناك استعدادات أمنية تقريبا على مدار الساعة مع وصول نائب المبعوث الأمريكي لتحالف الدولي لداعش وصل بالأمس إلى تونس وقبله بأسبوع وصلت وزيرة الدفاع الإيطالية التي نعتقد أن إيطاليا هي التي ستقود العملية العسكرية ضد داعش في ليبيا إضافة إلى ذلك هناك أنباء تتحدث عن تحرق الخلايا النائمة سواء داخل تونس داخل العاصمة التونسية أو في المدن المحيطة بها لتخفيف الضغط عن تنظيم داعش في ليبيا الذي يستعد لتلقي ضربة كبيرة من القوات الدولية تستعد الآن لتوجيه ضربة عسكرية لمواقعه سواء في سرط أو في مدينة مصراتة كما تعلمين شهر رمضان مع اقتراب شهر رمضان بالنسبة لجماعات المتطرفة هو شهر جهاد ما بين الظفرين وبالتالي فهنا استعدادات قائمة الآن في هذه اللحظة الآن في أقصى الجنوب التونسي مدينة تطوين مدينة تطوين شهدت مواجهات قبل يومين مع قوات الحرص الخاص الآن تجري عملية مسح لهذه المدينة والبحث عن المتطرفين عملية واسعة في مختلف المدن التونسية وكبريات المدن التونسية لإيقاف الجماعات المتطرفة الجماعات الجهادية السلفيين التكثيريين الإيقافات تتم تقريبا على مدار الساعة ويبدو أن هناك طبخة ما يتم تجهيز لها سواء في ليبيا أو في تونس تحركات كثيفة هناك مبعوثين دوليين ليسرون إلى تونس سواء من إيطاليا أو الولايات المتحدة الأمريكية لقاء سيد فئق سراج برئيس الجمهورية والحديث عن التنسيق الأمني بين البلدين الآن هناك اجتماع صراحة اليوم اجتماع المجلس الأمن القومي في تونس الاستعداد وجاهزية الأمن التونسي والجيش التونسي لمواجهة أي طارق يمكن أن يحدث وبالتالي فإننا نتوقع حدوث عملية تقريبا خلال الأيام أو الأسبوع القليلة القادمة قبل دخول شهر رمضان سيد جمال هذه المخاوف وهذه التوقعات هل هي مبنية على معلومات استخباراتية أم أنها مجرد تحليلات وتوقعات لأن داعش بدأ يتمدد في ليبيا وهناك معلومات أيضا عن أن بوكو حرام ترسل إليه مقاتلين إلى هناك هذه المخاوف ما هي أسسها إذا صح التعبير أسسها هي التحذيرات الإيقافات التي تمت خلال عملية بن جردان والكشف عن مخابأ كثيرة للأسلحة قبل تقريب ثلاثة أيام تم الكشف عن مجموعة من الإرهابيين كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات لأنهم قاموا بحلق ذقونهم والاستعداد لعمليات ما كما تعلمين الجماعات الإرهابية عندما يستعدون للقيام بعملية إرهابية يقولون أنها عملية استشهادية ما بين الضفرين يقومون بحلق ذقونهم وتغييرها وشكلهم والظهور بمظهر للانخراط في صفوف الشارع بدون جلب أي انتباه هناك تقريب ما لا يقل عن أربعين شخص تجمعوا داخل منزل واحد وهناك تم حجز كومبيوتراتهم وبها معلومات ثمينة ودقيقة جدا بالإضافة إلى حجز هاتف جوال لقياد إرهابي تونسي تم إيقافه على اتصال بالجماعات الإرهابية في ليبيا هذه العناصر الإرهابية هل هي فقط متواجدة ومتغلغلة في المناطق الحدودية مع ليبيا أم أن العناصر الأمنية التونسية تنفذ حملات مداهمات في باقي المناطق ولكن لا يحكى كثيرا عنها بالفعل هناك عمليات تتم يوميا يتم الإعلام عنها على مدار الساعة إيقافات تتم على مدار الساعة سواء في كبريات المدن التونسية أو على مناطق الحدود مدينة تطوين مثلا المتاخمة للحدود الليبية هناك قائمة ب150 إرهابيا مفتش عنها وبالتالي فإن هذه المجموعة تعتبر بالنسبة لجماعة داعش في ليبيا هي مجموعة متقدمة وبالنسبة للجماعة الإرهابية في تونس هي مجموعة متأخرة مجموعة إسناد أو مجموعة عندما تحدث المعركة هي ستتحرك في تونس بكل تأكيد لتخفيف الضغط عن جماعة داعش في ليبيا هم يتحدثون اليوم تحدثوا اليوم عن أنهم سيصلون إلى مدينة مصراتة القريبة من حدود التونسية مع حولي شهر رمضان والسيطرة عليها طيب ولكن هل هذا يعني بأن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها على الحدود بين ليبيا وتونس هي غير كافية؟ بالفعل غير كافية لأن نحتاج إلى دعم دولي خاصة دعم معلوماتي لأنه إلى حد الآن الطائرات التونسية وهذا ليس بسر لا تستطيع التحرك ليليا لأنه مع هبوط الشمس ليست لدينا طائرات قادرة على استطلاع الوضع مع حلول الظلام ربما الطائرات التي تم تقديمها قبل 24 ساعة إلى السلطات التونسية ربما ستساعد في العملية العملية الأخيرة في العاصمة في مدينة المنية لأول مرة في تونس يتم القوات الحارس الوطن القوات الخاصة تستند في عملتها إلى طائرة بدون طيار وقد شهدها الجميع هذه الطائرة قبل نحو شهر تقريبا وصلت مجموعة شهدت طائرات تنزل بأحد المطارات العسكرية بالعاصمة طائرات نزلت بالعاصمة هذه الطائرات يقول الخبراء أنها مخصصة لا تستعملها إلا قوات الدلتا فورس القوات المغاوير الخاصة نعتقد أنها انتقلت الآن إلى ليبيا لربما القيام بعمليات خاصة أو لضرب قيادات داعشية هناك شكرا جزيلا لك جمال العرفاوي كاتب صحفي حد السنة من تونس